اهلا وسهلا تفضل تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا حياكم الله سيدي يا مرحبا الله يبارك فيك يا سيدي يكلمك يا رب اولا نتوجه يعني بالدعاء لكم ولجميع الاخوة الحاضرين نسأل الله تعالى القبول نسأل الله أن نكون من المقبولين في هذا الشهر يا رب عرف المشاهدين أخوكم في الله طلال الشقير من سوريا أقيم في عمان الأردن الحمد لله ما شاء الله يا أهلا يا أهلا وسهلا حياكم الله شيخنا حياكم الله والد المبدع معاز الذي التقينا به بفقرة المبدعين ما شاء الله مبدع ابن مبدع الله يبارك تفضل استغفروا الله استغفروا الله الله يكرمك يا سيدي أنا من المشاركين طبعا من السنة الماضية الحمد لله في البرنامج الصحي وفي البرامج البث مباشر كلها تقريبا كل الكتب حضرتها لكم والدروس أيضا وحصلت على كل الإجازات تقريبا التي أعطيتها بفضل الله سبحانه وتعالى الحقيقة شيخنا بارك الله في عمرك وبارك الله في علمك وحياتك وأسأل الله تعالى أن يطيل في عمرك حتى ننتفع بعلومك هذا ما ندعو به كل ليلة والله فسبحان الله العظيم يعني رمضان له طعم خاص وله مذاق خاص عندما نجلس إلى دروسكم والله نشعر بقمة السعادة يجلس الأولاد تستمع الأسرة معي إلى دروسكم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نشعر أن هناك يعني نبتعد عن المسلسلات ونبتعد عن كل ما يشغل الإنسان عن طاعة الله فيزداد صومنا تألقا ويزداد صومنا يعني جمالا حقيقة وسبحان الله يعني نسأل الله أن تستمر هذه الجلسات حقيقة نستفد طبعا من برنامج الصحي كثيرا حياتي تنظمت بفضل الله سبحانه وتعالى السنة الماضية اربحنا عفوا شي 8 كيلو والسنة هي أيضا شي 4 كيلو تقريبا الحمد لله نسأل الله أنه نستمر والحمد لله وكمان دكتور بالنسبة لأطفال عندي يعني معاذ وإخوته يعني جدا مسرورين من كلامك عندما حقيقة تشجع هؤلاء المبدعين والله العظيم نجد ونلمس التأثير العجيب للكلام كلامكم له سحر على الطفل سبحان الله فتجد الطفل يفكر ويعني سبحان الله يبدأ بالتخطيط لكي يقدم أكثر وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى وذكرت لك أنا الحمد لله الشباب الثلاثة حازعوا مراكز متقدمة جدا هذا العام في المسابقة الهاشمية المحلية هذه المسابقة نسخة ثمانة وعشرين مشارك فيها أكثر من يعني أربع خمسة ألاف طالب على مستوى المملكة تبقى التصفيات ثلاث مراحل حتى يختاروا النخبة آخر شيء بفضل الله أسامة اللي عندي الأول وأخوه طارق الثاني يحفظ القرآن كاملا ومعاذ طلع الثالث بالنسبة للكبار يعني شارك مع عشرين واثنين وعشرين سنة بنصف القرآن نصف القرآن حصل المركز الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله فنرجو منك يعني الدعاء لهم والدعاء لنا جميعا والدعاء للإخوة الموجودين معنا إن شاء الله تعالى ندعو لبعضنا البعض حتى إن شاء الله نرفع من راية هذا الدين إن شاء الله تعالى وحتى ننشر علم القرآن نسأل الله أن نكون خدما لكتابه ونسأل الله تعالى أن نكون مفاتيحا للخير ولا أريد أن أطيل عليكم جزاكم الله أبو طارق والله سعدت بك بوجهك المنور وبهذه الاتسامة الحلوة وماشاء الله الحمد لله في مجلس هذا مو بس أنا يعني مو بس أنا لحيتي بيضاء كذلك ماشاء الله أحبابي أيضا هكذا يا رب يا رب اللهم حرم هذه السيبعة القرآن أنت قدوتنا أنت قدوتنا نسأل الله تعالى أن يعفو عنا بهذا الشيء نسأل الله ذلك بارك الله فيكم تحياتي السلام عليكم تحياتي السلام عليكم الله 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 شكرا